العراق من ضمن الدول الأخطر على الصحفيين بعد أن جاء في الترتيب السادس والخمسين بعد المئة في قائمة تضمنت مئة وثمانين دولة تنتهك فيها حقوق الصحافة وفقاً لأحدث التقرير صادن عن منظمة مراسلون بلا حدود والذي أكدت فيه أن حرية الصحافة تواصل التراجع في البلاد المنظمة قالت أيضاً أن المخاطر المحدقة بالصحفيين ازدادت بشكل غير مسبوق وأن المضايقات والتهديدات بالقتل والاعتقالات التعسفية أصبحت جزءاً من مخاطر المهنة ما أشارت إليه منظمة مراسلون بلا حدود لم يكن الأول من سلسلة تقارير تكشف الضوء عن حجم الانتهاكات التي تستهدف الصحفيين في العراق وربما لن يكون الأخير فقد كشفت نقابة الصحفيين العراقية عن مقتل خمسمائة صحفي وعامل بالمجال الإعلامي على مدار السنوات الماضية بسبب الفوضى الأمنية في العراق فضلاً عن تبني الحكومات المتلاحقة قوانين تقيد الحريات الصحفية في البلاد وصل بها الأمر إلى فرض عقوبة الإعدام على بعض المخالفات ضد الصحفيين من جهته أكد مركز حقوق دعم حرية التعبير ومراكز حقوقية أخرى أنها رصدت 37 انتهاكاً بحق الصحفيين في البلاد خلال الربع الأول من العام الجاري كان أبرزها اغتيال روائي علاء مشذوب في محافظة كربلاء الذي انتقدت دورة إيرانية التخريبية في العراق وهي جريمة لم يكشف عن خيوطها حتى الساعة المركز عاد ليؤكد أنه منذ مطلع عام 2019 أقدمت الجهة الأمنية في كردستان العراق على فصل طلبة جامعيين بسبب منشورات في موقع فيسبوك إضافة إلى تهديدات مبطنة لهم وتلميحات بالترهيب على خلفية إعدادهم تقارير صحفية فضلاً عن محاكمة عدد كبير من الأعلاميين انتقدوا الفساد الحكومي وهي انتهاكات تبين البون الشاسع بين الصحفيين الذين يريدون مكافحة الفساد وبين العملية السياسية التي تتخذه مجرد شعارات لتبقى في الصلقة